أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري أن برنامج المؤتمر الدولي التاسع للوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي جاء وافياً شاملاً يشتبك مع هموم المسلمين ويناقش قضاياهم وقال الأزهري في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة قال إن المؤتمر يحشد الطاقات والقدرات لمواجهة كل صور العنف والتكفير والتطرف والغلو وتشدد ولقد نظرت في برنامج المؤتمر وفي محاوره فوجدته وافياً شاملاً يشتبك مع هموم المسلمين ويناقش قضاياهم حيث جاء على قمة البحوث التي يطرحها المؤتمر قضية مواجهة الغلو والتطرف وقضية تحصين المنابر بما يحشد طاقاتنا وقدراتنا جميعاً ومؤسساتنا ووزاراتنا ودولنا جميعاً حتى نحتشد جميعاً في مواجهة كل صور العنف والتكفير والتطرف والغلو والتشدد وحتى نطفئ مع النيران العنف والإرهاب